لا أريد التكهن عن السيناريوهات المحددة لقد كنت أعمل على التخطيط ووسائل الإعلام ولا الخبراء خارجيين يجيدون التكهن فأقول ثق بأن الإدارة لا تريد اتساع رقعة هذا النزاع وثق بأن إيران لا تريد ذلك أيضا وعلى إيران أن تتخذ الخطوات لكبح جماح المجميع التابعة لها من أذرعتها الولايات المتحدة ردها سيكون أقوى مما كان عليه الرد في الماضي لا أعتقد أن ذلك سيطال إيران أعتقد أن ذلك قد يطال سوريا أو اليابن ويجب أن نذكر إيران أنه إن استمرت هذه الهجمات فسنزيد من وطيرة الردات على إيران طيب سيد جيفري بإشارتكم إلى أنه لا إيران تريد للحرب أن تتسع ولا أيضا للولايات المتحدة لكن هنا تثار الكثير من الأسئلة هل تستخدم ربما هنا الميليشيات التي تقوم بهذه الضربات كأوراق ضغط على الولايات المتحدة لما لا تعمل الولايات المتحدة على لجم تحركات هذه الفصائل عند هذا الحد علينا أن ننظر إلى هذا المسألة على أنها نزاع منذ عشرين عاما والإيران تفوس في العراق واللبنان وسوريا وغزة واليمن إن حرب فيها تكتيكات غير متوازية ورد محدود ولكن اليوم الرد سيكون قوي من إسرائيل في قطاع غزة وفي الولايات المتحدة كما قامت بالضربات ضد الحوثيين إيران لا تريد التصعيد ولكن تشعر أنه عليها أن تفعل شيئا ما وتحاول أن ترى نقطة عذبة ولا تنجح في ذلك لأن هناك ضحايا في صفوف الأمريكيين وهذه هي الحال اليوم